نفى المركز الأهلمي لمجلس الوزراء ما تدولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن رسائل نصية منسوبة للبريد المصرية وتستهدف طلب بيانات شخصية من المواطنين من جانبها أكدت الهيئة القومية للبريد أنه لا صحة لإرسال البريد المصري أي رسائل تستهدف طلب أي بيانات من المواطنين تخص حسابتهم أو عنوينهم أو أي بيانات أخرى بزعم دفع تكاليف الشحنة وأن تلك الرسائل مزيفة مشددة على أن البريد لم ولن يطلب من العملاء أي معلومات أو بيانات تفصيلية عبر الهاتف المحمول أو الرسائل النصية ونشدت المواطنين عدم الإدلاء بأي معلومات عن حسابتهم تجنباً لوقوعهم في محاولات نصب تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية وحسابتهم المالية اشتركوا في القناة